في إطار زيارتي رسمية إلى مملكة البحرين حضر المستشار دكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والوفد البرلماني المرافق له جانبا من الجلسة العامة للمجلس وقد ألقت رئيسة مجلس النواب البحريني فوزية بنت عبدالله كلمة خلال الجلسة العامة رحبت فيها بالوفد البرلماني المصري معربة عن بلغ اعتزازها وتقديرها لتلك الزيارة التي تأتي تعزيزا للعلاقات الأخوية والسنائية الوصيدة وتفعيلا لدور الدبلوماسية البرلمانية المشتركة وتبادل الخبرات بين الجانبين كما أشدت بمستوى الزخم الإيجابي الذي تشهد العلاقات البرلمانية المصرية البحرينية والتي تعكسه الزيارة البرلمانية المتبادلة